بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَنُّ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدٌ كَلَّا إِنَّهُ كَالَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إنه فكر وقدر فاقتن كيب قدر ثم قتن كيب قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا صحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزتاد الذين آمنوا إيمانا آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جلود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها نعهد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رئينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا ألمنك من المصلين ولنك نطعم المسكين وكنا نخود مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معبدين كأنهم حبر مستنفرة فرّت من قصورة بل يريد كل انضئ منهم أن يغتى صعفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر